استيقظ العراقيون فوجدوا أنفسهم محاصرين بلافتات المترشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة التي اكتظت بها جدران المدارس والجامعات والمساجد ودوائر الدولة وحتى على المنازل السكنية الناخبين المرشحين وضح ضبط في فتحة الباب ماتين جداري لونه رصاصي وبليتا وقطعة وحدة جميلة ما عرف وين الباب حاط ليها بالباب لافتات اعتبرها العراقيون تجاوزا جديدا من قبل الكتل والأحزاب السياسية على حقوقهم المنتهكة بالأساس وعلى القوانين العامة للانتخابات البرلمانية المؤسف أن الأحزاب المشاركة في العملية الديمقراطية لا زالت لا تحترم القانون ولا تحترم الضوابط المأخوذة من قبل المفوضية ومن قبل دائرة الأحزاب فهي تخلق هذه القوانين وتنتهك المال العام من خلال استخدامها للأرصفة استخدامها للجدران التابعة للمواطنين الشخصية المواطنون اتهموا سياسيين بتمويل حملاتهم الانتخابية من خلال عمليات السرقة والاستحواذ على المال العام سيطرة الأحزاب وميليشياتها جعل من الصعب على المواطنين الاحتجاج أو رفض تعليق لافتات مرشحي تلك الأحزاب على بناياتهم أبو البناء إذا ما يخلي قطعة هذا الهالكي شوفها الصبح يختالوا يعني هو كل رئيس كتلة عند عصابات اختيالات موجودة أي واحدة سيحتي ورفتنا يطقون يختالوا المخالفات القانونية التي بدأها المترشحون في أول يوم لحملتهم أفقدت العراقيين أي أمل بأن يصل إلى البرلمان أشخاص ذو كفاءة ومهنية هم الذي يعتدي هل يقدم هل يعطي هل يخدم الذي يعتدي على حقوق السابلة ويحتل الرصيف ويحتل الأماكن العامة هل هذا في المستقبل سوف يعطينا حقوقنا لا انتهاكات للحقوق ومحاولات للتسقيط السياسي من خلال التشير والصراع بين المترشحين فضلا عن إطلاق وعود غير قابلة للتنفيذ بهذه العنوين بدأ المترشحون حملاتهم الانتخابية بغية الوصول إلى البرلمان لم يروا منه شيئا في صالحهم برغم تعدد دوراته منذ عام 2005 وحتى اليوم شكرا